لا يستبعد مراقبون يقود فساد الميليشيات الحوثية الذي يوكبه سلوكها العنصري والطائفي إلى انفجار انتفاضة شعبية ضدها المراقبون أكدوا أيضا أن الشارع اليمني في مناطق سيطرة الانقلاب بات مهيئا لمثل هذه الانتفاضة غير آبه لما تعتمده الميليشيات من أسليب البطش المتنوعة من أجل إسكاة المناهدين إذ تشن الميليشيات حملات اعتقال وتسجن كل من ينتقد سلوكها الانقلابي وهو ما دفع إلى تعالي الأصوات الصاخطة جراء فساد الحوثيين في الأوينة الأخيرة على نحو غير مسبوق وصولا إلى العناصر المولينة للجماعة وأيضا المؤثرين المساندين لها كل ذلك يتزامن مع اتساع رقعة الفقر وأيضا استمرار الحوثيين في حرمان اليمنيين من ثرواتهم ومن الموارد على أنواعها وكبار قادتها وحرمان اليمنيين من حقهم أيضا في الرواتب والخدمات والتعليم والصحة وبينما يتنامى الغضب الشعبي تشتاح مواقع تواصل موجة انتقادات واسعة من قبل نشطة ومؤثرين كان البعض منهم من أنصار الجماعة رغم ذلك لا تزال الميليشيات الحوثية ترفض كافة المقترحات الأممية والإقليمية لتجديد الهدنة وتوسيعها والشروع في مفاوضات من أجل إنهاء الحرب وأحلال السلام كما أنها تستمر في تهديدها للملاحة الدولية وشن الهجمات على الموانئ النفطية وأيضا التذرع بالجوانب الإنسانية للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية وترفض فك الحصار على مدينة تعس